ولما حطاتنا لليوم لحروح فيها للفقرة الصحية أو الطبية نور كتير من الناس حالياً عم نسمع عن مشكلة أنه نحن ما عنا مشاكل بالإنجاب ولكن عم يتأخر عنا الإنجاب الأمومة والأبوة هو حلم كل زوجين مقبلين على الحياة مقبلين على مرحلة تكوين عائلة وأسرة كتير ناس بنسمع أنه ضغوط الحياة أثرت فيهم فبالتالي هذا الشيء منعهم من الإنجاب أو أسباب تانية مرضية وبيدخلوا بدوامة العلاجات ولكن إيمت بنقول فعلاً نحن عم نعاني من مشكلة تأخر بالإنجاب إيمت لازم نلجأ للطبيب هاي الأسئلة وغيرها عن هذا الموضوع وهذا الحلم لكن الإسرار رح يعرفنا عليها ضيفنا لليوم بالستوديو الدكتور بسام لفلوف اختصاصي في التوليد وجيراحة صباح الخير دكتور صباح النور صباح النور سهلا فيكم مثل ما قالت سلمة الدكتور بالمقدمة يمكن الإنجاب والأبوه الأمومة هو حلم دائماً أي زوجين بلشوا حياته عن جديد لكن دائماً بنشوف يمكن بالبلاد العربية نوعاً ما لأنه نحن عاطفيين المشاعر دائماً تشتغل مع التأخر الإنجاب مع أنه بيكون شكل طبيعي يعني أول شهر أو تاني شهر سنة هذا أمر طبيعي نعمك بنقول أنه هيدا الشي مش طبيعي يعني تأخر الإنجاب بشكل عم نحكي طبياً أو صحياً أول شي صباح الخير يعطيكم العافي أكيد الهدف الأسمى للزواج لفكرة الزواج هي الإنجاب متما تفضلتي ببلادنا يعني تتزوج السيدي مثلا السبت الأحد بيسألوه حبيلتي عواجتي حق ما يومي حبيلتي لنا ثاني يوم فوراً بيسألوه فنحن بالطب في عرف يجب مرور سنة يعني سنة كاملة بتعريف منعرف تأخر الإنجاب هو بعد مرور سنة كاملة على زواج طبيعي وقت بيمروا سنة وما بيصير حمل يجب أن يتدخل الطبيب أو يجب على الزوجين أن يراجعوا طبيب أما بالسنة الأولى كثير في أسباب تمنع الإنجاب يعني أسباب يعني مثلا عند السيدة ببلادنا مثلا تعرفي دائماً الحالة النفسية أو صدمات مثل ما منقول بتأثر على البيئة الهرمونية عند الأنسان وصدمات نوعين يعني فيه صدمات إيجابية مثلاً ربح الجائزة الكبرى صدمة إيجابية مبسوط بس بيتأثر يعني بتجي جلطة ربح الجائزة الكبرى مثلاً فالزواج هو صدمة إيجابية بس بالأخير بتعمل عند البنة يعني ردود أفعال لا تستوعي بحياته جديدة طبيعة العلاقة الجديدة بحياته طبيعة المسؤولية الجديدة تكلفت فيها طبيعة المجتمعي اللي بدأت تدخله هذا بيعمل أضطراب بالمزاج بالحال النفسي بيعمل أضطراب هرموني مو دائماً يعني هذا سبب مثلاً الأسباب الأخرى مو دائماً كل بيضة الأنسة بتنزل كل شهر بيضة واحدة مثلاً من جراب ناضج لا يصير القاح هاي البيضة إذا انتبهنا للطبيعة للحياة بيجي مقابلة مليارات النطاف طيب يعني إذا حبينا نهيك نصف شوي بالحالة يعني البيضة مزاجة كتير صعب إنه عم نبعت لها مليارات نطاف لتقبل وحدة أنا ممكن ما تقبلهم كلهم لذلك مشكل بيضة هي رح تتلقح طيب إذا افترضنا تلقحت مو ضروري تنقسم طيب إذا افترضنا انقسمت مو ضروري تعشش معناها هاي شهر اتنين اتلاتي وشهرين ففي زمن اللي نقول إنه كل الاحتمالات مرأت وما صار حمل بعد مرور سنة يجب على الزوجين إنه نيراجع طبيب أما قبل مرور سنة صدقيني خطأ كبير التدخل على زوجين ما حبلت الزوجين لسا بهذا الزواج ونحن شفنا مشاكل يعني شفنا مرضى هني ما عندهم شي بس التدخل المبكر عليهم أدى لمشاكل خلهم ما يجيبوا يعني عملوا تحريض إباضة مثلا فتشكلت كيسة مبيض بسبب التحريض انفجرت عملت دم بالبطن عملت التصاقات وهي ما فيه شي وانا بحاجي افطرطنا مثلا طريقة فنحن منا مضطرين ندخل لازم ننوعي الزوجين لهم بكير كتير عليكم هلأ أجيبوا لاد بغض النظر عن عمر الأنسة يعني الأنسة اللي أمرها مثلا 34 سنة وبدأ تحبل هي راح تحبل بأربعة وثلاثين وخبصة وثلاثين ستة وثلاثين أكيد يعني وإذا هي عندما مشك لما بتحبل مخت يعني بغض النظر عن العمر إن بتيجي واحدة بتقول لك أنا اللي عملي 28 ويتأخر بدي لحيح حالي أكيد غلط هذا الكلام خلينا نعطي للطبيعة والزواج والوقت الحقيقي اللي هو سنة بعد سنة من ندخل نعم دكتور يعني حضرتك جاوبت كمان عن اسئلة كتير يمكن كنت عم تدور بي بالنا وفي عوامل كتير بتأثر بالإنجاب مو بس الحالة النفسية أحيانا طبيعة الإرساد إذا ممكن الأنسة بتعاني من أمراض معينة ممكن بتأثر أو الرجل بيعاني من أمراض معينة خلينا نحكي هالتفاصيل لأنه هي الحالة ومثل ما بتعرف حضرتك حتى فكرة الزواج أصبحت متأخرة للظروف الاقتصادية ولأسباب أخرى كتير فهل يعقل أنه لسه مثلا نحن عايشين على القديم ومتوقعين أنه خلاص البنت إذا قطعت سن الثلاثين صارت فرص الإنجاب إلى أقل مع أنه بنشهد في حالات زواج متأخرة وإنجاب صحيحة وجيدة يعني يعني زوجت الثلاثين فرصة الإنجاب عندها ما بتضعف بس فرصة أن تجيب عشر أولاد بتصير قليلة يعني السقافة الشابية أتراني شوف ولد حلو على الصروف إنه أتجيب كتير ما بتقدير طبعا أنا ما قلت أن الحال النفسي سبب للعقم أبدا أبدا أرجو إذا فهميك الموضوع لا أقول ببداية الزواج الحال النفسية تأمر اضطراب بتأخر حدوث الحمل إذا الزوجين طبيعيين تبلعين حنا بعد ما مرأسني وما صار حمل هون شو لازم نتصرف طبعا أنا راجئ طبيب أكيد وأكيد طبيب يعني ما منرد على جارتنا أو منرد على حدا لأنه بهالمحل هذا الغريب هو حجم التدخل يعني بقضايا الإنجاب والزواج والحمل الكل دفاترة الكل يتدخل وتجربة شخص غير تجربة شخص آخر طبعا تجي مرة سيدي عند ثلاثة أولاد تعتبر حالة استازي وما فينا نناقشها أنه أنا خبرتي هيك أنت ما جربت طيب أوكي ما بدك فهون نجي منقول بعد مرور سنة طبعا بيراجعوا طبيب أول شي نعملوه استقصاءات بسيطة يعني أهم شي أول خطوة دراسة الزوج لأنه الزوج بيفحص بسيط منقدر نعرف شو وضعه يعني ترى يحتاج إلاج هو مونجيب غير مونجيب فمنتجاوز مشكل دائما نصف المسؤولية تقع على الزوج والنصف على الأنسة مو كل عقم هو للأنسة أبدا النصف وأحيانا أننا صرنا عام نشوف أكتر من النصف إذا بدنا نقول تعود لعامل زكري فأول إجراء من عمله هو براسة الزوج بتحليل بسيط ممكن نعرف شو وضعه وإذا بتحبوه نعطيه القيم أو الأرقام منحكيها لأرقام الزوج يعني مثلا أنه أنه الزوج لازل يكون عنده سائل منوي يحوي على الأقل بالتصنيفات الحديثي خمسة عشر مليون نطفة كنا نقول عشرين كان يقوله ستين رجاء قاله عشرين هذا من هو الخمسة عشر مليون متحركات حركة جيدة هدول بيعملوا حمل طبعا فيه أمراض عند الزوج ممكن تعمل إشكالية هذا مندخل بقى بموضوع تخصصي هلأ ما أنا بوارد نحكي فيه نجي للزوجة عند الزوجة القضية معقدة أكتر مثل ما أنا الزوج هو هذا التحليل بيساعدنا عند الزوجة في كزا محل مسؤول على الإنجاب يعني أنق الرحم هو إذا فيه مشاكل ما بصير فيه إنجاب الرحم نفسه إذا فيه تشوهات خلقية مثلا الصغر حجم الرحم رحم زو قرنين بشكل كتير كبير فيه كتير أمراض الرحم بتمنع الإنجاب طبعا نؤمن بدي مر على معلومة شائعة وهي خاطئة إنه إذا الرحم من إليه خلفي ما بتحبله لا هذا كلام أكيد خطأ الانقلاب الخلفي للرحم والأمامي للرحم هي حالي طبيعية فيزيولوجية ليست مرضية ولا تؤثر على شيء تؤثر على الولادة؟ ولا على شيء أبدا هي أمر طبيعي مثل أنا قاعد على هيجها أو على هيجها هي أمر طبيعي وهي فيزيولوجية ويجب أن لا تذكر سابقا كانوا يعتبروها سبب لعسر الجماع لأسيه أكيد غلطي طبعا نرجع مشاكل الرحم هذا ثاني مسكن يعني ثلاثة مشاكل الأنبيب الأبواق الأبواق اللي بقلبها بتدخل البيض الموقحة لتصحي إلى الرحم قد تكون طويلة قصيرة في مشكلة بالأهداب في التصاقات هذا السبب بالتالت المبيض وهو الأهم الأهم كمان بدنا نراقب الإباضة بدنا نشوف إذا الإباضة بوقتها متأخرة الكواليتي تبعها جيدة كثير أن شائع وهي بحب ضوي عليها هي متلازمة المبيض متعدد الكيسات وهلأ يعني عم نشوفها أشياء يجوز في أسباب بيئية أو أسباب بالتغذية أو أسباب ما منقدر بالضبط نحصر شو هي بس هي وحدة من إشكاليات تأخر حمل لكن بحب من كل البنات يلي عندهم هالمشكلة هاي أنه هي تنحل ببساطة وأكيد بتحبال وهلأ بنرجع بنحكي عليها مش عم بس نكمل في مشاكل بيجوف البطن بيرتش دوغلاس قد تكون سبب لعدم الإنجاب وفي المشاكل المركزية لي بأنه خامة اللي قد تكون سبب لتأخر الإنجاب لذلك منهم نجي نقول دراسة السيدي تحتاج زمن وكل حال يمكن نحتاج شهر كامل لنشوف أنه إذا هيك السبب يعني ما فينا نعمل نراقب الإباضة إلا مرة بالشهر فكل ما بدنا ندرس شغلي بدنا يمرو شهر لشونه استفدنا أو ما استفدنا فأول شي ندرس الزوج بعدين ما أنا ندرس الزوجي بكل هالمساكن هاي طبعا في طرق دراسة كتير حديثة نستخدم الايكو نستخدم الايكو المهبلي نستخدم التصوير الشعاعي نستخدم الأجزة التنظير يعني فيه التحاليل الهرمونية فيه عندنا مثلا سر اللبن خروج الحليب من السدي عند بنت لسبب عاطفي إنه هي بتحب أخوان صغير عندهم ولدي بيبكي بالبيت هي عاطفة هيك حنية كذا أي شي هذا بيعمل خلل بالأخصار هلأ أشياء سببين ببلادنا أنا أجيت عليهم ببلادنا أشياء سببين لتأخر الحمل عند السيداتين هذول التنتين يلي هي خروج الحليب من الثدي عند إمرأة غير مرضع إما بسبب ارتفاع الهرمون لمشكلة مركزية عندها أو لسبب نفسي عاطفي هذا السبب الأهم ببلادنا ومن الأسباب الهامة وحالة المبيض متعدد الكيسات والمبيض متعدد الكيسات مثل ما قلت بحب تطمن الجميع أنه هو حالة بتنحل أول شي هذا بحب تضوي عليه هو ما نمرض يعني ما فينا نقول هي مريضة لا هي حالة هي شكلة هيك هي طبيعة جسمها من وقت كانت هيك طبعا تطورت بأسباب يعني فاعلة بظهور الحالة أكتر التغزي البيئة الجو والمناخ لكن هي أساسا عندها السما يلي بدأ تظهر مثل مريضة من صورها من لايع الايكو في أجربة فينا نقول عنها مبيض متعدد الكيسات لأنه كثير عم نشوف بالعيادات وخاصة هلأ أنه في شيء اسمه أجهزة إزالة الشعر فبتروح إن شاء تعمل إزالة شعر مثلا بمحل معين بجسمها فبيتيجي المركز بيقول له أعملي ايكو بتجي النتيجة مبيض متعدد الكيسات لا دائما عندما يكون الطمس منتظم ما في مبيض متعدد الكيسات لو شفت على الايكو أنا هذا الشكل ما دام الطمس منتظم فما عندها مشكلة فبيحب كل البنات دائما إذا عندك دورة منتظمة فإنسي كلمة مبيض متعدد الكيسات عندك شيء تاني عندك سبب تاني ما في مشكلة لكن ما نو مبيض متعدد الكيسات بالمبيض متعدد الكيسات بالحالة الحقيقية بيصير في زيادة بمستوى هرمون هرمون الزكورة بس كمان بحب هون ينفاهم الموضوع صح مو كل واحد يتفكر يا لطيف أنا عندي هرمون الزكورة كل البنات عندهم هرمون الزكورة بنسبة معينة بالمبيض متعدد الكيسات بتصير أكتر شوي يؤدي هذا الشيء إلى حدوث خلل بفعل الإباضة طبعا يعالج معالجات دوائية معالجات جراحية هو إجراء بسيط حالة شائعة إلى حد ما لكن هي مانع حالة كتير أو مخيفة وقداش يمكن دكتور قلنا بالبداية الحالة النفسية أو الضغط النفسي اللي بتتعرض له الأنثى بأثر على عملية الإنجاب لأنه دائما مثل ما بنقول المسؤولية تقع على عاطق الأنثى وهي ثقافة طبعا خاطئة طبعا صحيحة وخاطئة بس دائما الضغط والتوتر النفسي ممكن ما يكون عندها مشكلة صحية لكن يؤدي إلى تأخر الإنجاب هلأ نحن دائما نقول في هون بدنا نميز بين حالتين يعني بين إنه الحال النفسي الحد يلي إنه هلأ هي تعرضت للسترس فقدت عزيز خسرت بمحل معين يعني تعرضت لصدمة عاطفية هذا هون بيحدث خلل بالشي الحد أما إذا هي مسلا أثاثا مأزومة إنه هي كأيبة بكل عمراء أو هي عندها حالة مزعجية تفكير بالموضوع بشكل كتير كبير ممكن كمان يؤثر يعني أحنا مشوف الهوس طبعا 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 أنا منشوفهم هي بتجي الدورة نطفت من الدورة هي سعيدة جدا قبل ما تجي الدورة تيام بلش التقلق كل يوم بتفكر إنه شو بدي يصير معي إجت الدورة بتكتئب وبتبكي طبعا هذا سيء جدا وهذا خطأ يعني حتى خطأ اجتماعيا يعني أنا بحب هون وتضوي على شغلي بعيدة على الموضوع إنه للسيدات وللأزواج إنه يعني مؤسس الزواج هي حالة متكاملة طب يا جماعة إذا ما نجحتوا بالإنجاب ليش عم تخسلوا كل شيء يعني ليش أنا بدي أكتئب وإبكي وإنزح حياتي وعمر مشاكل لا معليش بدي يجي الإنجاب خلينا نفهم إنه كل شيء بدو وقت ليش الحمل تسع شهور ليش ما كان شهر مثلا أو عشر تيام هذا الشيء ليعلمك إنه كل شيء بدو صبر بدو وقت مو إنه بسرعة بتصيل أمور أكيد يعني دكتور معلومات كتير مهمة اليوم عم تقدم لنا إياها ويمكن نحن بحاجة لسه لتفاصيل أكتر بدو وقت أكتر ولكن خلينا ناخد النصيحة الأخيرة من حضرتك والأهم بهذا الموضوع بما يخص معالجة مشكلة تأخر الإنجاب تمام أول شيء عقم مطلق شبه نادر صار يعني هلا نحن بعصر كل شيء له حل برافو فعقم مطلق ما حدا يخاف كل شيء بين حل أهم شيء إنه يكون بالنا طويل ما نستعجل على حالنا نعطي كل شيء وقته نكون دائما يعني عنا إيمان وصبر كل شيء بيجي من رب العالمين طبعا الإيمان وصبرهم جدا ودائما ما نرد إلا على طبيب يعني دائما نستشير طبيب ما نرد على أي كلام آخر لأنه تخيلي أحيانا إحنا منكتب إلاج فبتراجع المريضة أخذت العلاج والله لا ما أخذت ليش والله جارتي قالت لهذا ما بيسهم إذا تخيلي إنه وزان هذا من صاطفه فبحب أن كل السيدات يآمنوا بطبيبهم يعني ما عجب أن تشوف غيره لتوصل لطبيب تتعبع تتأمن فيه تماما وتلتزم بكلامه لأنه رح يأمن لخدمي أكيد لك رح يجيب أولاد لأقوم بالمطلق شبه بطل وهيك الله يخلي العالم كلها سعيد إن شاء الله أنا يا رب ويديمهم بيصحة وبخير نتشكرك الدكتور بسام لفوف على وجودك معنا أخصائي توليد والجراحة نسائية شكرا كتير شكرا كتير لك شكرا لكم و الله يوفقكم